فجئنا طبعا بحاجات غريبة مبارح تشكيل كولر تشكيل غريب فعلا صدم كل الجمهير الأهلوية بدأ بتشكيلة ما حدش كان متوقع بصراحة يعني النهاردة معروف دايما لان انت دايما بتحشد كل أسلحتك عشان تلعب مطش زي مطش الزمالك انا بتكلم لأول عن نادي الأهلي وبعد كده اتكلم عن نادي الزمالك الطبيعي انك بتحشد كل أسلحتك علشان خاطر دي مش تلاتة بنت قدم هيا بطولة دايما مطش الأهلي والزمالك بيعتبر بطولة تمام فالنهاردة جمهير الأهلي كانت بتمنى النفس ان هيبقى فيه مباراة كبيرة مع نادي الزمالك فجئنا كلنا بتشكيل غريب خاصة في الجزء بتاع الأمامي الجزء الهجومي يعني لعب وهو على علمك يعني عمل تعديلة بلات الشرط التاني انك تلعب بمودست تلعب بطاهر وتلعب بعمر كمال في الخط الأمامي ده سبب له مشكلة كبيرة امبارح في المباراة بنوش على قد المستوى معروف طبعا ان طاهر بيبقى بديل كويس ولكنه انه يبتدي مباراة من أول ومباراة كبيرة زي مباراة الأهلي والزمالك ضغط جمهيري برضو بتبقى برضو بتأثر عليه نفسيا الشرط التاني هو عمل التعديلة اللي كان مفروض يبتدي بها المطش انه لعب بريدا سليم ويطلع مودست ولعب بوسامة أبو علي ويبتدأ يتحرك بشكل مختلف في الملعب اسراره على وجود كليم ندفت في مباراة زي دي ورجع من إصابة انه يلعب مباراة أهلي وزمالك برضو كانت اختيار سيء من كورة عرف ماتش مباراة خاصة السلية موجود السلية يملك خبرات كبيرة جدا في المباراة الأهلي والزمالك وليه بقى طويل في المباراة اللي زي دي وأكيد هبقى موجود مباراة كان هيفق قوي مع نادي الأهلي مباراة في التشكيل كوكا أنا شاف ان كوكا لعبك والتي مش وحش بس مش كوكا اللي يشيل خط وسط النادي الأهلي مش هو اللي يعاول عليه انه هو يشيل خط وسط النادي الأهلي وده واضح جدا 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 في كل الشغل اللي بتعمله هو كوكا دائما ليه واجبات انه بيبتدي ينزل بين الاتنين المساكين أو الاتنين استردباكين ويبقى زي لبرو للجزء بتاع خط وسط المعرض ولكن برضو مباراة ما كانش فيه أداء كويس مفيش حد مباراة في النادي الأهلي في المطش تقدر تقول انه أجات إلا ريدا سليم في الوقت اللي نزل فيه يا ريدا سليم في الوقت اللي هو نزل فيه أجات ولكن برضو هو غير مكان ريدا سليم مباراة في المطش علشان يدم ساحة لحمد عبدالقادر في حين انه أي حد جمهور مباراة كان بيكتب على سوشيال ميديا كان بيقول ان الجزء بتاع نادي الزمالك ناحية الليمين كان مفتوح تماما انت ريوا ديوت ريدا سليم الناحية التانية يا كولر ليه ما خلتهش موجود زي ما هو في مكانه على اعتبار ان دي جبهة جبية وكانت مفتوحة وظهرت مباراة ظهرت ان كان في مباراة جبهة غريبة جدا في ناحية النادي الزمالك ناحية الليمين